نضم إلينا من إسطنبول عبر سكايب مدير منتدى آسيا والشرق العوسط والباحث في الاستراتيجية والعلاقات الدولية الدكتور خالد هنية أهلا ومرحبا بك دكتور خالد دكتور الانفراج المؤقتة ما بين واشنطن وطهران هل يمكن البناء عليها أم تمسك كل طرف بموقفه سيعيد الأمور إلى مربع التصعيد مجددا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتنا لكم ورسادة المشاهدين جميعا عن البرنامج النووي الإيراني وعودة الاتفاق من جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين طهران باتقادي أن الطرفين لديهم رغبة حقيقية بالعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني والعودة إلى الاتفاق النووي وبالتالي التحركات الحالية الحاصلة بين الطرفين تشير إلى أن هذا الاتفاق سيعود من جديد ولكن هناك محاولة من الإدارة الأمريكية وكذلك من إيران بتحسين شروط وشكل الاتفاق على ما كان عليه في عام 2015 يعني المظهر الرئيسي الذي نشاهده الآن من قبل إدارة بايدن ربما لا زال يتمسك بالسلوك الترامبي في إدارة الملف النووي والعودة للاتفاق المظهر القائم حاليا على بغم من حسن النواية التي قدمتها إدارة بايدن والضمانات التي تعهدت بها الأطراف المشاركة بالاتفاق 5 زائد 1 إلا أن هناك خطوات متقدمة قامت بها الإدارة الأمريكية وتحاول تحسين الشروط فيها يعني بشكل عام دكتور هل ترى أن إدارة بايدن تختلف عن الإدارات الأمريكية السابقة في التعامل مع هذا الملف؟ نعم صحيح إدارة بايدن مختلفة في التعامل مع هذا الملف ولديها رغبة حقيقية في العودة طيب لماذا لا ترفع العقوبات عن إيران؟ تحاول تحسين شروط هذا الاتفاق تحاول كسب الوقت بشكل أكبر في المستقبل للمناورة في ملفات أخرى تتعلق في الشرق الأوسط لسيما المدخل الجديد التي أدخلته إدارة بايدن هو الملف اليمني إذن أن الجماعة الحوثي التي تتبع إيران في علاقتها في المولاة لإيران فإن إيران مؤثرة في المشهد اليمني ربما الإدارة الأمريكية الجديدة تحاول إدخال هذا المتغير للتأثير على شكل الاتفاق النووي الإيراني وبالتالي إيران من جانبها كذلك تحاول أيضا تحسين شروط هذا الاتفاق عبر مسارات مختلفة دكتور خالد لكن إيران ما زالت متمسكة بالاتفاق الذي وقع في العام 2015 بنود هذا الاتفاق تريد الولايات المتحدة تغييرها وذلك لأن الاتفاق كما يره البعض ليس صالحا الآن فهل ترى ذلك أيضا؟ هل بنود الاتفاق الذي وقع في 2015 صالح لغاية الآن وفي ظل المعطيات والظروف الحالية؟ يعني في هذا السياق دعني أقول ملاحظة أنه عنصر الوقت ربما على رغم أنه عنصر الوقت هو مكسب للطرفين إلا أنه إيران من جانبها تحاول يعني مسألة الوقت هي لصالحها أيضا وبشكل كبير إذ أنها أدخلت قبل مجيء ترامب بايدل إلى السلطة أدخلت متغيرات جديدة منعت الوكالة الدولية للطاقة الزارية في اليورانيوم وهذا بدوره أثر عنصر الوقت على كسب الوقت لصالحها في تطوير برنامجها النووي وفرصها المتسارعة في تحقيق امتلاك القنبلة النووية لكن على الوجه الآخر أيضا عنصر الوقت ليس في صالح الإدارة الأمريكية على رغم من أن الإدارة الأمريكية تحاول جسد الأطراف طيب دكتور ماذا عن الأطراف الأخرى يعني بالتحديد السعودية وأيضا إسرائيل والمخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني يعني إسرائيل والمملكة العربية السعودية تعتبر جهتين ضاغطتين تجاه عدم الوصول إلى اتفاق حقيقي مع إيران وهذا المتغير بالتأكيد له أثر كبير لسيما من جانب إسرائيل فإسرائيل التي تحاول بكل ما تملك لمنع هذا الاتفاق أن يتم لأنه بدرجة رئيسية يضر في مفهوم أو مسألة التفوق الإقليمي التي هي جزء من استراتيجيات نظرية الأمن الإسرائيلي فبالتالي إسرائيل ينصر ضاغط في منع تحقيق هذا الاتفاق وكذلك المملكة العربية السعودية لكن الأقوى لصالح إسرائيل من إسطنبول مدير منتدى أسيا والشرق الأوسط والباحث في الاستراتيجية والعلاقات الدولية دكتور خالد هنية شكرا جزيلا لك